اشتركوا في القناة التي قام بها الى البلاد دولة الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية ووصفها سموه بانها بناء وتشكل اضافة على صعيد العلاقات والتعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين وشدد سموه على موقف مملكة البحرين الثابت بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة المؤيدة لوحدة اليمن وسلامة ارضه ودعم الشرعية الدستورية فيه بقيادة فخامة الرئيس عبدرب منصور هادي والسمرارها في مساندته ونصرته الى جانب الاشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتجاوز ظروف الراهنة وتحدياتها بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بعثة الحج البحرينية الى توفير كافة اوجه الرعاية والخدمة والمساعدة للحجاج البحرينيين والتيسير عليهم وتمكينهم من اداء المناسك المباركة بكل سهولة ويسر وتهيئة جميع سبل الراحة وتسخير الامكانيات كافة لخدمة الحجاجة واشهد سموه ضمن هذا السياق بالجهود المشكورة والتسهيلات الضخمة التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام وتيسير ادائهم لمناسك الحجة بعد ذلك ادان مجلس الوزراء حادث الدهس الارهابي المروع الذي وقع في مدينة برشلونة الاسبانية باقليم كتالونيا والذي اسور عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وعبر المجلس عن خلص تعازيه ومؤساته لمملكة اسبانيا ملكا وحكومة وشعبا مؤكد ان المجلس وقوف مملكة البحرين الى جانب اسبانيا الصديقة وتأييدها لما تتخذه من اجراءات لمواجهة مثل هذه الاعمال الاثمة للحفاظ على امنها والاستقرارها مجددا المجلس موقف مملكة البحرين الثابت والرافض للعنف والتطرف والارهاب وبهمية تعزيز الجهود للقضاء عليها بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الى العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتوجات الغذائية الحيوانية والزراعية وتطوير الصناعات الوطنية واحياء الصناعات التي تعتمد على المنتجات التقليدية البحرينية والغذائية بما في ذلك تعليب التمور وكلف سموه الجهات المختصة بذلك الى ذلك فقد اطمأن المجلس الى سلامة الاغذية والمنتجات المستوردة من الخارج وخلو مملكة البحرين من البيض الملوث بمبيد فريبونينيل الحشري الذي انتشر في بعض الدول الاوروبية وقرر المجلس وقف السيراد البيض من هذه الدول الى حين تأكد من خلوه منها وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهات ذات العلاقة والاختصاص باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة لذلك من جانب آخر كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزراء الخدمات بالقيام بزيارات ميدانية الى قرى عسكر وجو والدور بالمحافظة الجنوبية ومتابعة احتياجاتها من المرافق والبنى التحتية وكفاءة الخدمات وتلبية النواقص فيها بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية اولا وفق مجلس الوزراء على تصنيف كل المخالفات الى نوعين اما خطرة او غير خطرة والغاء تصنيف المخالفات شبه الخطرة الوارد في القرار رقم عشر لسنة ثمانية وتسعين بشأن رسوم التراخيص البيئية والغاء الرسم الخاص بالترخيص للتخلص من النفايات شبه الخطرة واحال الى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية مشروع قرار بتعديل الجدول رقم واحد المرافق للقرار رقم عشر لسنة ثمانية وتسعين بشأن رسوم التراخيص التي يصدرها جهاز شؤون البيئة والخدمات التي يقدمها وذلك بناء على التوصية المرفوعة من اللجنة الوزرية للشؤون المالية وضبط الانفاق والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة ثانيا وفق مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة الوزرية لشؤون المالية وضبط الانفاق واستنادا الى الرأي القانوني لهيئة التشريع والافتاء القانوني على تمويل خدمات إنشاء وصيانة الطرق والشوارع الفرعية والداخلية من ميزانية شؤون البلديات باعتبارها من الخدمات البلدية المشتركة ثالثا تابع مجلس الوزراء تنفيذ الموضوعات التي أحالها المجلس بقرارات منه الى اللجنة الوزرية للأعمار والبنية التحتية وعددها ثلاثون قرارا خلال العام الفين وستة عشر والنصف الاول من العام الفين وسبعة عشر تتعلق بموضوعات ذات صلة بالمشاريع الاسكانية والتنموية والبلدية والمرافق التعليمية والثروة البحرية والأمن الغذائي والمراكز الشبابية وخدمات الطرق والصرف الصحي حيث أنجزت اللجنة منها تسعة عشر قرارا بينما لا يزال أحد عشر قرارا قيد التنفيذ وقد شرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزرية للأعمار والبنية التحتية الموقف التنفيذي للمشاريع التي درستها اللجنة وما انتهت منه وتلك الجاري تنفيذها رابعا كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزرية للأعمار والبنية التحتية بمتابعة تنفيذ احتياجات أهالي الادراز وجنوسان وم الحصم وسترة والنبي صالح والقرية من الخدمات والمشاريع الاسكانية التي تم تحديدها في ضوء توجيهة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لوزير الاسكان بزيارة المناطق المذكورة خامسا أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 مشروعا بمذكرة رأي الحكومة سادسا بحث مجلس الوزراء ثلاثة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب الأول يتعلق بمصاريف الدراسات العليا بجامعة البحرين والثاني بشأن الحملات المرورية التوعوية والثالث بشأن الاستقطاعات على المتخلفين عن سداد متأخرات الكهرباء والماء من المشتركين وقد وافق المجلس على ردود الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزرية للشؤون القانونية اشتركوا في القناة